أعربت مصر عن رفضها التام لتصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي حاول من خلالها الزجة باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة وأكد بيان لوزارة الخارجية على رفض مصر لجميع المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن وحملت مصر الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وأكدت مصر حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة